السلام عليكم ورحمة الله بعضها هنشوف دلوقتي مع بعض من الـ أنا بتكلم عن إيه لكن أنا بس قبل ما أبدأ أحب أن أنا أقول حاجة طبعا إحنا عارفين زي ما إحنا شايفين كده الكوفر بتاع الكتاب بيقول أنه هو مخصوص للمستويات pre-intermediate and intermediate يعني دول مستويين في بعض فإحنا هنلاحظ أن مجموعة الـ units اللي في الأول هتكون أو يعني ممكن مش الـ units اللي في الأول بس هنلاقي أن مجموعة الـ units اللي موجودة في الكتاب ده هي عبارة عن units بتخاطب المستويين اللي هم القبل المتوسط والمستوى المتوسط أوكي فالناس اللي هم اللي مستوى المتوسط أو اللي مستويهم يعني متقدم شوية يعني ما يحسوش قوي أن الكتاب ده سهل بالنسبة لهم لأنه هو الحقيقة حيناقش الاتنين حيخاطب المستويين مستوى اللي هو pre-intermediate هتلاقي فيه units سهلة شوية وفيه المستوى اللي هو الـ intermediate اللي هو بتبقى فيه units أصعب شوية من units تانية أوكي ولذلك إحنا هنلاحظ أن الـ content list زي ما احنا هنشوف كده طبعاً احنا خلصنا الـ units الأولانية اللي هي من unit 1 لـ 6 ودي كنت unit introduction زي ما هو مكتوب فوق هنبدأ من أول unit 7 لغاية زي ما احنا هنشوف كده هتقض لغاية unit 36 أوكي كل اللي جاي ده هتبقى مجموعة units وظيفية functional يعني إيه بقى functional زي ما احنا هنشوف العنوين دلوقتي الـ units اللي هي من أول unit 7 لحد unit 12 هتركز على الـ word formation اللي هو تكوين الكلمة في حاجة عندنا في الإنجلش أو فيه فرع من فروع الإنجلش اسمه morphology المorphology ده اللي هو خاص بعلم تكوين الكلمات يعني الكلمة زي اتكونت ازاي فيه أحياناً بتبقى كلمات يعني حروفها كتير وما بنكونش عارفين الـ spelling بتاعها أو فيه ناس بتتلغبط في الـ spelling بتاعها بسبب إن هما مش عارفين يعني إيه morphology أو مش عارفين يعني إيه كلمة لها جزر أو لها أساس وإحنا بنزود عليها ملحقات أو بنزود عليها مقاطع يأما في البداية اللي هي بتسمى prefixes واللي هنتكلم عنها النهاردة لو في unit 7 وفيه حاجات بتيجي في نهاية الكلمة اسمها suffixes اللي هي اللي بنضيفها في نهاية الكلمة عشان نكون كلمة جديدة أو نشطق كلمة جديدة فبإضافة الـ prefixes والـ suffixes للكلمة إحنا بنعمل حاجة اسمها اشتقاق مثلا بنشطق verb من noun ممكن نشطق adjective من noun ممكن نشطق verb من وهكذا يعني بنشطق part of speech من part of speech تاني عملية derivation أو الاشتقاق هي اللي بتعتمد اعتمد كله على فكرة الـ word formation أو تكوين الكلمة أوكي فإحنا لو تعلمنا موضوع الـ word formation هيبقى بالنسبة لنا بنحل كذا مشكلة في الإنجلش ولازم نعرفه قبل ما نذاكر الكلمات لأن مذاكرة الكلمات هي زي ما اتفقنا هي مش حفظ كلمات وخلاص list of words لا هي عبارة عن ان احنا بنفهم كل حاجة عن الكلمات بنتعلم الكلمة جات منين اصلها ايه اتكونت ازاي عشان بالتالي نعرف مش بس ان احنا نستخدمها صح كمان نكتبها الـ spelling يكون مظبوط وكمان الموضوع ده هيخدمنا جدا في حاتة الـ pronunciation لما ان شاء الله ندخل في الجزء بتاع الـ stress هفكركم ان شاء الله بالجزء ده اللي هو بتاع الـ word formation لأنه هيبقى مهم جدا احنا علشان نتعلم الكلمات لازم نفهم يعني ايه اشتقاك علشان بعد كده نقدر ان احنا نستخدم الكلمات بشكل صحيح نستخدمها الاعراب بتاعها المظبوط في الجملة ماينفعش مثلا كلمة محلها الاعرابي مثلا noun نستخدمها كverb او الـ verb نستخدمه ك adjective وهكذا لازم نكون عارفين الـ part of speech بتاع الكلمة ولازم نكون عارفين ازاي بنشطق كلمة من كلمة تانية عشان نعرف الاستخدام المناسب لها فقبل ما نبدأ ان احنا ندخل في سلسلة الكلمات اللي هي ليها علاقة بالـ topics اللي هي بداية من unit 37 زي ما هنشوف اوكي زي ما احنا شايفين كده من اول unit 37 مكتوب عندنا كلمة topics وهنا هنلاحظ ان الكلمات هتبقى related to certain topics هتبقى كل موضوع من مواضيع الحياة اليهمية لكلمات خاصة به قبل ما ندخل في الـ topics لازم نكون عارفين اصل وفاصل كل الكلمات اللي احنا هندرسها في الكتاب ده ولذلك لازم ويفضل ان احنا نشتغل في units اللي هي التأسيسية دي غير طبعا الـ 6 units اللي في الاول هيجي من unit 7 لغاية unit 36 كل دي units functional هي مش بس بتخص الـ vocabulary هي كمان بتربط لنا كتاب الـ vocab بكتاب الـ idioms وكتاب الـ collocation وكتاب الـ phrasal verbs وكتاب الـ grammar مثلا هنا لو جينا عند الجزء بتاع الـ prefixes والكلام ده كله ده هيخدمنا في الـ grammar وهيخدمنا في الـ pronunciation لو جينا عند الجزء بتاع الـ phrase building هنلاحظ ان unit 13 بيتكلم عن الـ collocation هيجيب لنا مجموعة كلمات لها علاقة ببعض طبعا مش بالتفصيل قوي بس هيدينا hint كده او هيدينا فكرة عن استخدام او فايدة الـ collocation في الـ English وده طبعا ليه كتاب لوحده احنا بنناقشه في الخطة الطاعة اوكي unit 14 مثلا او sorry مش unit 14 unit 16 و unit 17 بيتكلم عن الـ phrasal verbs برضو نفس الفكرة هيدينا افكار او هيدينا يعني زي يعني مقدمة كده عن يعني ايه phrasal verbs دون ان هو يدخل في التفاصيل طبعا عندنا كتاب الـ phrasal verbs مخصوص زي الجزئية دي بالتفاصيل الممل تمام برضو جزء اللي هو unit 18 اوكي unit 18 بيتكلم عن الـ idioms وده طبعا ليه كتاب لوحده احنا يعني عملنا عنه حلقتين وتكلمنا عن كتاب الـ idioms in use فطبعا زي ما قلنا قبل كده ان الـ idioms والـ phrasal verbs والـ collocation والـ vocab كلهم متصلين ببعض لان هما كلهم بيندرجوا تحت band الـ vocabulary احنا عشان نتكلم عن الـ vocab لازم نجيب سيرة الـ collocation والـ phrasal verbs والـ idioms ده طبيعي اوكي هي ميزة كتب انها بتربط كل الخيوط ببعضها اوكي تمام هيجلنا بس الجزء اللي هو من unit 19 لا مش يعني 19 19 ده ليه علاقة شوية بالـ collocation هيجلنا مثلا من unit 21 زي ما هنشوف كده استخدامات مثلا الـ verb get استخدامات الـ verb go استخدامات بعض الـ verbat لما بتجي مثلا في المصطلحات معينة او expressions معينة اوكي هيجي عندنا جزء اسمه language function اللي هو مثلا ايه هي العبارات او التعبيرات المناسبة اللي احنا بنستخدمها في مواقف حياتية معينة زي مثلا نقول ايه وقت الاعتذار نقول ايه وقت ما بناخد اذن او ان احنا بنعمل دعوة او بنطلب طلب او بنعمل اقتراح او بنبدي وجهة نظر او بنبدي اعتراض او موافقة كل دي اسمها language function اوكي وهنا هنستخدم expressions معينة لازم ان احنا نتعلمها طبعا هتفدنا جدا في الـ speaking او في المحاسة بشكل عام تمام طيب دلوقتي بقى هنبدأ من اول unit 7 و هنبدأ ان شاء الله سلسلة الحلقات اللي جاية من unit 7 حتى unit 12 خلينا نقول دلوقتي ان احنا هنتكلم في مجموعة ال units اللي جاية وراء بعضها دي اللي هي لها علاقة بال word formation خلينا نعمل لهم حلقات متطابعة كده عشان الموضوع يبقى متواصل ببعض نبدأ دلوقتي على unit 7 العنوان بتاعه prefixes وكلمة prefixes يا جماعة هي معناها المقاطع اللي بتضاف للكلمة في اولها يعني قبل الكلمة جاية كده من كلمة pre pre يعني قبلة تمام يبقى دي بتضاف للكلمة الجذر بتاع الكلمة او المادة او اصل الكلمة علشان نشتاق منها كلمة تانية طيب الكلمة prefixes وحياكي كمان في اليونت اللي جاي كلمة تانية اسمها suffixes اللي اتنين دول prefixes وال suffixes دول هم اللي اتنين بيسموا في الانجليش affixes خلينا نشوفهم كده على ال whiteboard يبقى عندنا الاصل كلمة اسمها affixes الaffixes دول نوعين النوع الاول prefixes والنوع التاني اسمه suffixes اوكي هم اللي اتنين على بعض اسمهم affixes اللي هي الاضافات اللي بتضاف للكلمة ال prefixes بتكون before لكن الصفكس بتكون after تمام او مش هنقول before و after قوي احنا هنقول دول اللي بيكونوا في اول الكلمة ودول اسمهم الملحقات اللي بيجوا في اخر الكلمة طبعا هنقول عليهم تفاصيل لما نوصل لليونت بتاعهم مش هتكلم عليهم دلوقتي خلينا نهارده يعني في عنوان الدرس او يعني في موضوع الدرس بتاعنا اللي هم ال prefixes ايه هم ال prefixes اللي احنا ممكن نضيفهم للكلمة لشان نشطق كلمات تانية اول حاجة هنتكلم على ال prefixes اللي هي بتحمل معنى not بتحمل معنى النفي ايه هم ال prefixes دول عندنا خمس انواع او خمس prefixes five prefixes in english that have the meaning of not ايه هم on in ill ear and this طبعا كل دول لو اضافوا للكلمة بيدون المعنى المقابل على طول او اللي هو بمعنى not مثلا كلمة happy لما بنحط لها on بتبقى unhappy يعني not happy تمام نفس الكلام ده حينطبق على جميع ال prefixes اللي بتحمل معنى not خلينا كده نشوف امتى بنستخدم كل واحد فيهم اولا they are often used to give adjectives خلوا بالكو يبقى هم بيستخدموا اولا الشورت الاول بتاعهم often to give adjectives بنعمل كده عليهم highlight often with adjectives غالبا بنشوفهم مع ال adjectives هو هنا ما قالش always هو قال often لبا لإنه sometimes they are used with verbs and nouns يبقى sometimes with verbs and nouns okay لبا الفنكشن بتاعتهم to give a negative meaning خلينا نشوف امثلة happy as an adjective what's the opposite or what's the meaning of not happy unhappy okay هنا اضافنا ال prefix un to the adjective to get the meaning of not نفس الكلام بالنسبة لل prefix im when added to the adjective possible we get the adjective impossible which means not possible and also for in when added to correct the adjective correct we get incorrect which is not correct the meaning which means not correct تمام يبقى un وim وim نفس المعنى لكن طبعا لازم بيكوا في كلمات معينة ما ينفعش هنا نقول unhappy ولا هنا نقول uncorrect لازم كل واحدة لها prefix الخاص بيها هو طبعا الف التعريف هنا ان احيانا some verbs ممكن بتيجي to get some verbs or some nouns مثلا هنا الverb like هنا when added or when we add the prefix this to the verb we get the meaning of not dislike معناها i don't like i dislike means i don't like تمام يبقى هنا بتحمل معنى not اوكي في عندنا ال prefix ill ده طبعا ما بينفعش غير ان هو يتحط للadjectives انا ما شفتوش قبل كده يعني في verbat انا بشوفه دايما في adjectives تمام عندنا ill illegal يعني not legal يعني the law تمام against the law معنا كمان ir when added to the adjective that starts usually with are like regular irregular like irregular verbs it means not regular verbs بعض الصفحيكس دي اسفة بعض البريفكس دي ممكن ان هي تستخدم مع الverbات زي ما قلنا وغالبا بتستخدم مع الadjectives بالنسبة بقى ل on خلينا نشوف كل واحدة كده على حدة on is used with many different words ممكن انها تستخدم مع بعض الverbات وممكن هنلاقيها دلوقتي بتستخدم مع adjectives او مع verbs خلينا خلينا نشوف كده امثلة more examples for adjectives like the adjective friendly okay and unfriendly unfriendly okay and also able unable تمام able and unable ناخد بالنا شوية من من prefix on لان ممكن ان هو يكون مش بيضاف لكل انواع الadjectives خلينا ناخد بالنا جدا من الموضوع طيب كلمة employed unemployed يعني without a job tidy untidy يعني in a mess or not in order ده بالنسبة الon فهي on ملهاش قاعدة اوي بالنسبة لاستخدامها مع الadjectives هنلاقي ان هي ملهاش قاعدة زي بعض البريفكس الجاية اللي احنا هنشوف نشوف مثلا بريفكس زي م ده بقى محدد شوية it is used before some words beginning with m or p لازم الadjective اللي بيضوف اليها m تكون بدأ اما بالm بحرف m او بحرف p مثال زي كلمة polite الadjective العكس بتاعها او المعنى الnegative implied هي بدأ بالp واحنا اضفنا لها m تمام يعني rude patient impatient يعني somebody who is impatient يعني what does it mean it means somebody who does not stand or does not want thing to stay longer يعني هم ما بيصبر ش شخص مش صبور او 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 who is impatient wants things to happen now عايز او 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 شخص ناضق العكس بتاعة طبعا دي بتبدأ بالم immature هو هنا جاب امثلة بس على اللي بتبدأ بالP impolite و impatient فيه كمان immature او 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 immemorial يعني memorial and immemorial فهنا فيه صفات بدأ بالم زي ما احنا شفنا possible impossible او بدأ بالP اهو impossible طيب نشوف كده بقى مثلة على prefix ill تمام دي هتبقى بس جاية قبل الصفات اللي بتبدأ بالل وخلي بالكم مش كل الصفات اللي بتبدأ بالل لازم يكون النقيد بتاعها ill اوكي احنا بس هنا مش بنعمم القاعدة لان لكل قاعدة exceptions الفكرة هنا ان ال prefix نفسه ill بيدخل على الصفات اللي بتبدأ بالل اوكي زي مثلا الصفة legal اللي قلناها فوق legal اللي هو بمعنى قانوني illegal اللي هو against the law يعني غير قانوني برضو الصفة legible legible يعني حاجة مقروعة يعني readable something we can read حاجة نقدر ان احنا نقراها ونفهمها العكس بتاعها illegible يعني illegible يعني we cannot read it because the handwriting is very bad or it's not clear تمام يعني حاجة غير مقروعة حد مثلا خطه مش واضح او خطه وحش بنقول it's eligible تمام طيب ندخل على ال prefix اللي بعده اللي هو ear طبعا ده من بين من اسمه ان هو برضو it is used before words beginning with r مستحيل ان احنا مثلا صفة بدقة بال r نحط لها in مش هتتنطق والعكس صحيح فاحنا بنختار prefix المناسب لها او اللي هي اللي بيسهل النطق علينا لما بنيجي نحطها اوكي امثلة على الصفات اللي بتبدأ مثلا بال r مثلا responsible العكس بتاعها irresponsible regular اللي قلناها فوق irregular في مثلا عندنا برضو صفة تانية اسمها rational irrational ولكن لكل قاعدة exceptions مثلا في صفات بتبدأ بال r زي reasonable منطقي ماينفعش ان احنا نحط air عشان نجيب العكس نقول ir reasonable لا هي اسمها unreasonable فناخد بالنا مش كل ال prefix تنفع لكل الصفات طيب بعد كده عندنا ال prefix this بالنسبة لل prefix this ده ممكن ان هو يستخدم قبل بعض الصفات زي honest dishonest وممكن ان هو يستخدم قبل مجموعة من ال verbs زي like وزي agree dislike and disagree تمام ولكن ال verbs بتكون محدودة جدا مش كل ال verbات يعني بنلاقيها قبل عدد محدود جدا من ال verbs هي like و agree هما يعني الاكثر شيوان تمام بعد كده اخر واحد اللي هو in وده غالبا بييجي قبل صفات اللي بتبدأ بالc غالبا يعني زي مثلا incomplete او incorrect ولكن مش بس اللي بتبتدي بالc يعني مثلا في صفات بتبدأ بالa زي accurate inaccurate appropriate inappropriate اوكي فده برضو مالهشق دا اوي يعني it is used before unlimited number of words like invisible فهنا دي برضو visible بدأ بالv ولكن احنا استخدمنا قبلها in invisible تمام ان وان مالهمش قاعدة زي بقيت الprefixes اوكي في ملحوظة هنا بتقول ان المعلومة دي يعني للأسف الناس كتير ممكن ما تفهمهاش قوي دلوقتي لو مش درسين stress في الpronunciation لكن افهموها دلوقتي وحنرجع ان شاء الله نشرحها بالتفصيل لما نوصل تاني لدرس الpronunciation اوكي دلوقتي في حاجة عندنا اسمها stress بتبقى في الكلمات بيظهر الموضوع بتاع stress ده في الكلمات اللي فيها اكتر من مقطع واحد تمام يعني مثلا خلينا نقول ان كلمة happy happy دي عبارة المقطعين المقطع المقطع الاول اللي هو ه هو اللي واخد stress بتاع الكلمة فبنقولها happy ما نقولش happy تمام نقول happy فالstress بتاع كلمة happy على المقطع الاول بالنسبة للprefixes اللي احنا كلمنا فيهم دلوقتي they do not change the word stress الطبيعي تاعهم ان هما ما بيغيروش stress لما بيدخلوا على الكلمة فمثلا لو حطينا prefix un لكلمة happy الاول stress هيفضل في مكانه على نفس المقطع القديم فنقول unhappy اوكي يبقى stress هنا فضل زي ما هو على نفس المقطع نفس الكلام possible بصوا كلمة possible ثلاث مقاطع possible المقطع الاول اللي هو الpo هو اللي عليه stress possible possible تمام لما بنحطله الprefix im بيفضل برضو stress في مكانه على نفس المقطع impossible possible impossible اوكي نفس stress بالزبط لكن في معلومة مهمة جدا هنا نازم ناخد بالنا منها ان stress ده ممكن يتغير في حالة واحدة بس الكلمات دي لو احنا بنأكد النفي يعني مثلا كلمة unhappy ده stress بتاعها لكن احنا ممكن نعمل emphasis او نعمل توكيد على كلمة un لو احنا بنأكد النفي او بنأكد معلومة ان الحاجة دي العكس زي مثلا واحد بيقول للتاني was he happy about the change هو بيسأل هل هو كان مبسوط بالتغيير لا هو التاني عايز يجاو بيقول ان هو ما كانش مبسوط فيقولها بالتوكيد توكيد النفي نقولها ازاي هنا عملنا stress على un لكن ده مش الطبيعي الطبيعي ان الكلمة اسمها unhappy لكن في حالة التوكيد هنقول unhappy هنعمل كده ضغطة على المقطع un طيب طبعا الكلام بتاع stress ده هنشرحه ان شاء الله لما يجي وقته بالتفصيل بس هرجع تاني يعني يعني هعمل reference كده للجزء ده لما نوصله ان شاء الله في كورس الpronunciation دلوقتي section b هيكلم على prefixes بتاعت الverbs هنا فوق اتكلمنا اكتر على prefixes بتاعت adjectives تمام هندخل هنا على prefixes بتاعت الverbs خاصة on with this لان هما دون اللي بيجوا مع الverbs الباقي كلهم بيجوا مع adjectives غالبا اوكي نشوف كده these prefixes have two meanings اللي هما on with this زي ما شفنا فوق يعني لما استخدمناهم مع adjectives او مع الverbs كانوا بيدونا معنى not في معنى تاني للprefixes دي المعنى التاني هو ان احنا نجيب opposite يعني نجيب الانتنم بتاع الكلمة او المضد او بمعنى اصح الaction لما بيبقى في reverse to reverse action يعني ايه to reverse بالضبط to reverse معناها ان احنا نعمل حاجة ونرجع فيها طب يعني ايه الكلام ده دلوقتي مثلا كان في من فترة كده ظهر خاصية على الفيسبوك اسمها dislike ان حد يعمل dislike على comment معين dislike يعني not like زي ما قلنا من شوي لكن في حاجة عندنا كمان الفيسبوك بيعملها لنا اسمها unlike الفرق بين dislike وunlike dislike يعني don't like يعني هو من الاول ما بيحبش الحاجة الفرانية لكن unlike معناها ان هو كان بيحبها او بيعجب بيها ودلوقتي ما بقاش بيحبها فهو كده عمل الفعل والعكس الفعل ورجع فيه تمام زي برضو follow وunfollow ان احنا كنا عاملين follow لpage معينة او like لpage معينة وبعدين لغينا الاعجاب ده او لغينا follow فاحنا هنا عملنا reverse للaction ده ده هنا البداية في not هيبقى هنا هنستخدم this اوكي ده اقرب حاجة ممكن استخدمها كمثال عشان اوضح الفرق ما بينه طيب يبقى هنا هنستخدم on with this في verbs بمعنى reverse an action اوكي طيب نشوف كده ده المفروض ان هو بيستخدم مع افعال معينة هنشوف الامثال اللي جاية دي i locked the door when i left بصوا هنا هو افل الباب تمام يبقى هو عمل فعل معين but i lost the key so i couldn't so i couldn't it unlock sorry في غلطة هنا على فكرة i couldn't unlock على طول it هنا غلطة مطبعية so i couldn't unlock it when i got back يبقى هو عمل ايه هنا يعني انا ما قدرتش افتحه يبقى هنا عمل lock وهنا unlock ما قدرتش ان انا اعمل unlock تمام يبقى هنا في reverse للaction look طيب نشوف مثال تاني i had to pack my suitcase هنا الفعل pack يعني يحزم يلم الامتعة او الهدوم او ايا كان في شنطة i had to pack my suitcase طيب العكس او ال reverse بتاع الaction ده هنا معنا pack to put everything in it very quickly okay so when i unpacked يعني took everything out at the hotel most of my clothes looked terrible يبقى هنا reverse unpack استخدمنا on نفس الحكاية ممكن ان احنا نستخدمها مع prefix this مع بعض الافعال هنا بقى مش هنقول appear عكسها on appear لا بنستخدم هنا في حالة appear prefix this okay to reverse this action في حاجة ظهرت وعكسها انها اختفت يعني ظهرت هي كانت موجودة وظهرة وبعدين اختفت يبقى هنا the plane appeared in the sky then suddenly disappeared behind a cloud in the morning you get dressed نخد بالنا هنا get dressed dressed هنا غير adjective مع الفعال get يعني يلبس يعني يجهز ويلبس ويرتدي يعني يهدوم يعني to put on your clothes طبع العكس اي when you go to bed you get undressed okay يبقى هنا حاجة كانت موجودة حالة كانت موجودة اللي هو يعني you are wearing your clothes العكس to get undressed to take off your clothes الsection الاخير من الدرس هيتكلم هنا عن other verb prefixes with specific meaning هنا تكلمنا عن يعني المеonings اللي كلمنا عنها بالنسبة لل prefixes so far تكلمنا عن المعنى not او بعض prefixes خصوصا مع verb بتدينا المعنى اللي هو reverse او المعنى opposite فيه بقى prefixes تانية بتيجي مع verbs خاصة مع verbs مش مع adjectives بتدينا specific meaning بتدينا معنى معين زي زي مثلا prefix re طبعا احنا كلنا عارفين ان re يعني بيعيد فعل شيء replay يعني يعني يعيد مثلا تشغيل فيلم معين او مقطع معين replay اوكي يعني ايه كلمة re يعني again تمام my homework was terrible so i had to redo it or rewrite it تمام redo or rewrite يعني to do it or to write it again the shop closed down but will reopen next month يعني it will open again next month تمام i failed my exam but i can take oh sorry i can retake يعني حق تتيني take it again retake or redo or reset تمام يبقى 3 افعال دول بتيجي مع الexam retake redo or reset it next year طيب ده بالنسبة لل prefix re تعالوا نشوف كده prefix تاني زي over ممكن over تيجي مع بعض الافعال بمعنى too much يعني اكتر من اللازم تمام over يعني too much نشوف كده مثال i think my boss is overdoing it at the moment overdo something يعني to work too hard on it out overwork overdo هنا بمعنى overwork يعني بيشتغل كتير قوي بيشتغل اكتر من اللازم ممكن الفعل اسفة ممكن الفعل prefix over يجي مع بعض الافعال مثلا زي estimate overestimate don't overestimate anyone يعني لا تبالغ في تقدير اي شخص overestimate تمام يبقى هنا كلمة over بتيجي لما بنبالغ في الحاجة او بنعملها اكتر من اللازم والعكس بتاعها don't underestimate yourself under يعني بتدي نفسك اقل من حقا يبقى over واندر عكس بعض كprefixes طيب طيب نشوف كده over مثال ثاني يعني ايه overslept يعني نمت اكتر من اللازم يعني رحت علي نوم the shop excuse me the shop assistant overcharged me يعني overcharged يعني طبعا كلمة charge يعني زي غرامة او زي ان هي خليتني ادفع يعني فهي overcharged me يعني asked me for too much money يعني دفعتني اكتر من اللازم تمام طيب نيجي الاخر prefix في الدرس هنا اللي هو miss طبعا احنا عارفين miss زي مثلا misunderstand miss type okey miss read miss spell طبعا كلهم بيحملوا معنى ان في error او في حاجة اتعاملت بشكل غلط او بشكل مش حلو تمام so كلمة miss بمعنى badly or incorrectly i'm afraid i misunderstood what she said i misunderstood تمام يبقى هنا الفعل understand or understood اضفنالو الفيكس miss to get the meaning that i understood it in a bad way or in a wrong way two of the students miss read the first question okey يبقى برضو انهم اروا ال question غلط معناها to read something incorrectly كده الدرس انتهى ويا رب يكون مفهوم واضح يعني هو من ضمن الدروس المهمة جدا اللي هنبني عليها ان شاء الله دروس كتير جاية ان شاء الله الدرس اللي جاي اللي هو unit 8 هيكون عن suffixes وunit 9 اعتقد يعني في مجموعة units جاية كده هتتكلم عن suffixes اللي هي الملحقات اللي بتكون في اخر الكلمة تمام اتمنى انتو تحلوا بتاعت unit 7 وتبعتلنا على الgroup لو في اي مشكلة او اي استفسار اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله سلام عليكم